عموماً النهاردة كابتن حسام غالي عدو مجلس إدارة النادي الأهلي وعدو لجنة التخطيط عقد جلسة مع موسيماني تحدث خبا عن العديد من الأمور في البداية غالي أكد لموسيماني أن مجلس الإدارة بالكامل يدعمه من أجل النجاح مع الفريق وتحقيق مزيد من البطولات حلو وقال له كمان عقدك مزال مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم وتصريحاتك عن التجديد لم تكن موفقة سواء من ناحية الحديث عن أمر داخلي في وسائل إعلام وكذلك توقيت الحديث قبل أيام من المشاركة في كاس العالم للأندية كمان تم تطرق خلال الجلسة للحديث عن بعض الأمور الخاصة برحلة الأمارات والإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة وأيضا الحديث عن بعض الصفقات اللي هو محتاجها في يناير الجاري ده الخبر تفاصيل إيه؟ كابتن حسام غالي بشخصيته القيادية وصل لبيتس الموسيماني غضبه شخصياً وغضب الكابتن محمود الخطيب ومجلس دارة النادي الأهلي فيما يخص تصريحاته الأخيرة ومن الآخر كده من الآخر يعني قال له بالبلدي بلاش تعمل كده تاني بلاش تعمل كده تاني عشان اللي بعدها أنتوا عارفينه بس هو قال له بلاش تعمل كده تاني وبس ما قال لهش اللي بعدها بس اللي بعدها فاهمينه كلنا بلاش تعمل كده تاني بيتس الموسيماني فرحان بتدريب النادي الأهلي طبعاً فخور بتدريب النادي الأهلي لو في حد في الطرفين شايف أنه كذبان قوي من التاني فأكيد بيتس الموسيماني والنادي الأهلي كسم من الموسيماني بس بش مكسب بيتسه اللي خده من النادي الأهلي اسمه كبر فرح عنده عروض من منتخبات عنده عروض في الخليج يا سيدي مبسط بس انت بتدرب النادي الاهلي بتدرب النادي الاهلي طيب